بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أخوتي أخواتي الصائمون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين العبادات كلها تحتاج في قبولها إلى الإخلاص وكثير من العبادات قد تختلوا من الناحية من ناحية الصحة من ناحية الأجزاء والشرائط في اقتراف بعض المعاصي إلا أن جميع العبادات لا يكون فيها أجر ولا تكون فيها قرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى القبول إذا تخلى لها شيء من المعاصي ومن أهم هذه الأشياء وترتكز عليها جميع العبادات هي الصدق الصدق هو ضد الكذب والصدق لا يقتصر على الكذب في اللفظ فالصدق له معاني كثيرة منها أن يكون القول مطابقا للفعل أو على مستوى القول مجرد الإخبار يخبر الإنسان بشيء لا بد أن يكون صادقا في إخباره فقد يكون كاذب على مستوى القول وأيضا من أهم أنواع الصدق أن يكون الإنسان صادقا في قوله وفي فعله لذلك نرى القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعاتب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لذلك أيها الأحبة كثير من الروايات حثت على أن يكون الإنسان صادقا وأمينا لذلك ورد في الحديث أنه لا تنظر إلى كثرة سجود الرجل وركوعه ولكن انظر إلى صدقه صدق حديثه وأداء أمانته فعلى الإنسان أن يكون صادقا القرآن الكريم يحثنا على ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف نكون مع الصادقين نجلس معهم نحن نعلم أن الصادقين هم محمد وآل محمد عليهم أضل الصلاة والسلام لكن هذه المعية التي أمرنا بها القرآن الكريم كيف نكون وكيف نعيش حالة الصدق لا القضية لا تكون بهذا الشكل أي أننا نكون معهم أي بالقرب المكاني إلا أننا نكون معهم أي نسير على نهجهم ونتخلق بأخلاقهم وانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله التي اشتهر بها قبل البعث قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى كان قد اشتهر بالصادق الأمين وقد حثنا الله سبحانه وتعالى وآمرنا بالتأسي بنبينا صلى الله عليه وآله وهذا حال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكلهم كانوا على هذه الشاكلة وعلى هذه الدرجة من الصدق على كل المستويات والصدق أيها الأحبة قلنا لا يقتصر على القول فقط بل أنه يتعدى إلى القول والفعل وأكثر من ذلك على النية الصدق في العزم قد ينوي الإنسان بطاعة أو بمعروف أو بحسنة ولكنه متردد وهذا مستوى من المستويات وقد يكون قاطعا لأن العزم على أداء المعروف وأداء العبادات هيا وخفيف المؤنى إلا أن التطبيق يكون أشد لذلك أيضا لا بد أن يكون صادقا في قوله وفي نيته وفي عزمه وفي أدائه لذلك القرآن الكريم يؤكد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد أن يتجسد هذا الصدق على أرض الواقع لذلك أيها الأحبة الإنسان إذا اقترف معصية ونحن في شهر رمضان المبارك نحتاج إلى الصدق على كل المستويات لا نقتصر على أننا نتجنب الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السلام حتى نحافظ على الصيام بل لا بد أن نصدق في جميع أقوالنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سار على نهج الصادقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة